في ذكرى إعلان تأسيس الجمهورية التونسية، فجأ الرئيس قيس سعيد مواطني بلاده باتخاذ ثلاثة قرارات جريئة، أعادت تسليط الأضواء على تونس، البلد الذي انطلقت منه التغييرات الكبرى في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، لتعود إليه مرة أخرى، ولكنها هذه المرة قد تنهي حكم أحزاب الإسلام السياسية. جاء تحرك الرئيس التونسية بعد تدهر الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية في ظل حكم حزب النهضة الفرع التونسية للإخوان المسلمين. القرار الأول يتبثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي، القرار الثالث يتبثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية. قرارة الرئيس سعيد التي اعتبرها الإسلاميون ومعهم رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف انقلاباً على الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة وجدت لها صدى إيجابياً في الشارع التونسي الذي رحب بالقرارات من خلال تظاهرات احتفالية بلغت أوجها عند تجوال الرئيس التونسي في شارع الحبيب بورقيبة مؤسس تونس الحديثة. وبينما أفادت وسائل إعلام أن رئيس الحكومة هشام المشيشي في منزله وليس قيد الاعتقال حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي الوصول إلى مجلس النواب، لكن القوات العسكرية التي طوقت المبنى منعته من دخوله. يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد يخوض منذ شهور صراعاً مع حزب النهضة أعلن أنه سيتولى السلطة التنفيذية وسط تكهنات بتعيين علي العريض رئيساً للحكومة من قبل سعيد.